دخول مترو الجزائر حيز الخدمة عام 2011 يتطلع الجزائريون اليوم لا توسع عن طاقي خدمته وفق مقاييس عالمية نزيد في السيارة تقرير أحمد بطاف بعد دخول مترو الجزائر حيز الخدمة عام 2011 استحصن الجزائريون مستوى الخدمات المقدمة على مستوى محطاته العشرة أين جنبت شبكة مترو الجزائر مستخدمي عناء الازدحام والاختناق المروري الذي تشهده محاور الطرق بالعاصمة أين أقرت السرطات مخططاً لتمديد خط المترو لتمس عدة مناطق في العاصمة الورش الأولى هي من البريد المركزي نحو ساحة شهداء ومن ساحة شهداء إلى باب الواد الإشغال تاع المقطع هذا بربي إن شاء الله ستنتهي من نهاية السنة إن شاء الله من حي البدر إلى محطة الحراش هذا المشروع أو المقطع لطوله 4 كم شفتوا أن كل الإشغال الخاصة بالهندسة المدنية كوتجيني سيفيل انتهت حي البدر عين نعجة هذا المقطع بطبع الحالي الطوله الإجمالي حوالي 3.6 كم شفتوا أن جول الإشغال الكبرى يعني انتهت المسؤول الأول عن قطاع النقل عمار غول شددا على ضرورة احترام وتطبيق كل المعايير العصرية الدولية في تشييد الأجزاء المتباقية من مشروع مترو العاصمة بما يتماشى والمقييس المعمول بها دولياً لازم ترقية الخدمات إلى مستوى المواصفات الدولية الحديثة مترو الجزائر والذي رغم التأخر التاريخي المسجل في عملية إنجازه ناهيك عن النقائزة تشهدها محطاته على غرار غياب التغطية الهاتفية في أنفاقه يعد من بين المشاريع التي غيرت صورة العاصمة